أستاذ تفق ودرشيشي أستاذ تفق ودرشيشي لا أدري أن كان لازال معنا لا أدري أن كان معنا الأستاذ تفق ودرشيشي أرجو إعادة الاتصال به يشير لنا زملاء بأنه يلتحق بنا الأستاذ نفعي أحمد محمد رئيس اتحاد صحفيين والكتاب صحراويين أهلا بك أستاذ أهلا بك أستاذ أستاذ وسيدات مشاهدي ومشاهدات الشرق نيوز أهلا بك كيف تلقيتم إذن الإعلان الفرنسي عن التأييد للحكومة الفرنسية لخطة المخزن المحتل المغربي في الصحراء الغربية الشعب الصحراوي يتلقى المواقف الفرنسية السلبية من مسألة الصحراء الغربية من سبعينيات القرن الماضي باعتبار أن المخطط للإستعمال المغربي في الصحراء الغربية هندسة في العليزي أولا ثانيا هو أنه لم يتلقى الفرنسيون في منطقة شمال غربي إفريقيا مقاومة إلا في الجزار وفي الصحراء الغربية لكي نعلم خلفية الحقد الفرنسي على الشعب الصحراوي ليس من اليوم بل من الحملات الاستكشافية منذ القرن التاسع عشر نقطة ثانية مهمة جدا هي على أن القرار في المخزن في نظام الاحتلال المغربي منفك يدار في كولسة في باريس وعلى ذلك هذه الخطة التي تسمى جزافا الحكم الذاتي في الصحراء الغربية جاءت هندستها من باريس 2007 وعندما لم تحظى بذلك الدعم الذي لطالما راهنت باريس عليه كولسة في طبعا أجندات مجلس الأمر الدولي وفي لعبة أمم حاولت بالفعل حيكتها على مقاس نظام المخزن لم تجد من بد إلا أن تدعمها هي بنفسها عندما لم تجد من يؤيدها علنا وعلى ذلك هناك قناعة متجذرة بأنه ما من خيار لمسألة الصحراء الغربية دون الرجوع إلى استفتاء الشعب الصحراوي ليس استشارة مثل ما حاولت فرنسا طبعا حيادة مسألة الصحراء الغربية عن إطارها القانوني ولا شرط الاستفاد الذي ربطته فرنسا بطبعا قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تحاول فرنسا بالتواطئ مع إسبانيا وبعض القوى الأوروبية تقويض شرعية الدولية وهو ما تجسده الشركات المتواطئة نهبا في مسألة الصحراء الغربية وبالتالي مسألة المصالح على حساب الحق وإن تشدقت فرنسا بالحريات وبالديمقراطية وبحقوق الإنسان سرعان ما تسقط في حقيقة معترك الصحراء الغربية وإلا فكيف نفسر أن تستعمل فرنسا العام 2010 حق الفيتو ضد محاولات أممية لإفادة لجنة التحقيق لما حدث في مقيم النازحين بيك ديميزيك عندما ارتكب الاحتلال المغربي تلك المجزرة البشعة بالثامن نوفمبر ضد طبعا مقيم النازحين بمنطقة ديميزيك فرنسا نفسها هي التي حاولت تطويق وطبعا تضييق جهود بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية دونما أن تشمل بلف حقوق الإنسان متابعة وتقريرا وهي التي حاولت دخول إلى طبعا مسألة الصحراء الغربية أنسنة عبر جهود دانيول ميتيرو وغيرها من المساعي الفرنسية التي تحاول دائما دست السن في العسل يعود بين التاريخ الفرنسي الآثم في الصحراء الغربية إلى طائرات الجاكوار التي تسابقت لقصف الصحراويين في المدريقة وعخواتها إلى جزار الظل والعار الذي يقسم الصحراء الغربي أرضا وشعبا ويضم عشرة ملايين لغم بفكرة صهيونية بإشراف فرنسي وبتمويل من هنا وهناك وبالتالي الموقف ليس جديدا لكن الآن ما الذي ابتاعه نظام المخزن للسلطة الفرنسية المتهالكة بعد الخسارة في الانتقابات الأوروبية العقيرة من أن هناك باب ضيق ونظامان يتخبطان في أزماتهما في الرباط كما في باريس والبحث هنا عن أزمة لتكون متنفسا لما يعانيه النظامان معا وبالتالي العلاقة الفرنسية المغربية تعود بنا إلى تاريخ حافل من الاستعمار الاستيطاني باعتبر أن فرنسا كانت استعمارا استيطانيا في الجزائر الأدوات نفسها بالنسبة للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية الذي يحاول تغيير المعادلة الديمغرافية في الصحراء الغربية الشأن نفسه بالنسبة لفرنسا في الجزائر ومع ذلك نفهم جيدا هذه التخريج التي تأتي الآن في نهاية عهد نعم وستقدم من المنتظر ما يسمونه عيد العرش المقبل وإن كانت ردة الفعل الجزائرية جاءت استباقية نعم ولكنها جاءت منتظرة أيضا بالنظر إلى أن هذا الموقف هو في شكله جديد حيث ظهر العلن ولكنه ليس جديدا بالنسبة للمتتبعين للملف وليس جديدا بالنسبة للشعب الصحراء والذين اعتبروا دائما بأن عدوهم الأول هو فرنسا حيث ظلت مكمن وعقدت مسألة الصحراء الغربية فرنسا نفسها إذن مسألة مصالح كما أشار إليها رئيس مجلس الأمة مجلس الأمة الجزائري في بيانها الذي قال بأنها تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح فرنسا دعينا نقول في منطقة كانت تسمى جزافا بأنها منطقة نفوذة أصبح هناك فواعي الآخرون شعرت بأنها خريجة سياق رسمت سيناريوهات جديدة في بلدان المنطقة من أجل احتواء ما يمكن احتواء هو الخروج بأخف الأضرار المصلحة دائما هي ما تحرك القوى الاستعمارية منذ ما قبل مؤتمر اللصوص وهنا يعود بين التاريخ إلى العام 1280 إلى الاجتماع الإسباني الفرنسي الذي حدد طبعا حدود الصحراء الغربية لما تعرف ما بعد بحدود 1958 وبالتالي هذه المنطقة كانت ولا زالت بالنسبة للفرنسيين رهان وآداتهم في ذلك هو الاحتلال المغربي الذي أضعف من أن يكون فاعلا بل مفعولا به يخدم أجندات معينة مرة يجلب الكيان الصهيوني مرة يجلب الولايات المتحدة الأمريكية وكان الأداة الطولة والفعلية والمثالية التي يحبذها الغرب وعلى ذلك نفهم جيدا طبعا هذه اللونة في التغاطي مع الموقف الفرنسي على مستوى طبعا كل هذه السنوات يكفي أن نقول بأن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة العام 2013 يقول بالفصيح المغرب بالنسبة لفرنسا عشيقة ملزمون بالتعامل بها معها دون أن نكون محبين لها بهذا الوصف مسؤول فرنسي آخر لا داعي لذكر الأسماء مؤخرا قال بأن فرنسا دعمت المغرب عسكريا ولوجيسيا في الصحراء الغربية وتلك الضجة التي طبعا أثارت حنق الرأي العام المغربي كما تعلمين عندما يحاول المغرب الاستثمار في أزماته من خلال مجموعة من المواقف التي تأتي على حساب ترامة وسيادة الشعب المغربي نفسه وبالتالي ليس فقط المصلحة هذه وحدها وإنما هو تطبيق أجندة استعمارية آداتها الاحتلال المغربي ضحيتها الشعب الصحراوي وكل الشعوب المرافعة وعلى ذلك ليس غريبا للبتا خطوة من هذا المستوى وإن كانت فرنسا نفسها التي حاولت كولسة بقرارات مجلس الأمن الدولي محاولة أن تحيد القضية الصحراوية عن مسارها الأممي مرة في اللعب في فواصل القرارات احتفدال كلمة الشعب الصحراوي بشعب الصحراء الغربية مرة محاولات من أجل تغيير قرار إلى قرار آخر عبر مجموعة من المغالطات التي لتالما شكلت هاجز بالنسبة لفرنسا ولم تجد لنفسها النفاذ بفعل قوة شرعيات القضية الصحراوية وقوة المرافعة عنها وعلى ذلك اليوم باريس لم تجد منبد شوى إظهار ما أخفته سنوات كثيرة مثل ما حدث بما يسمى الاتفاقيات الإبراهيمية الجديدة والتي أظهرت ما كان خفيا من العلاقة المغربية الصهيونية أو العلاقة المغربية الأمريكية وإن كان نظام الاحتلال يراهن دائما على مواقف خارج السياق في نهاية عهد انتخابية من أجل الخروج طبعا مكتسب دون أثر قانوني ولا ولا سياسي وبالمقابل يمنح امتيازات لهؤلاء الساسة الذين يعلمون بأنهم خارجون من الباب الضيق ويفضلون طبعا الاحتفاظ بمصالح هنا بسياحة هنا ببعض المكتسبات هنا الشخصية وهو ما حدث أيضا على مستوى موقف رئيس الحكومة الإسبانية ودائما ما تكون هناك ضغوطات وتكون هناك أوراق بالفعل باغطة يستعملها نظام المخزن وهو الذي ألف الصيد في المياه العكرة في فترات انتقالية هنا في أمريكا هنا في إفريقيا أو هناك في أمريكا الراتينية أو في بعض الأنظمة التي لا تحترم نفسها عبر أدوات جلبتها ظروف معينة وهم يبحثون عن شاكلة ماكروم ودونالد تراب وبمواقف مماثلة وإن كانت كما شارع إليه منذ قليل أستاذ توفيق ويدرشيشي لن تكون مؤثرة قد يتغير هذا القرار غالبا مع تعيين الحكومة الجديدة مع البرلمان المجلسة الشرعية الجديدة في فرنسا هذا يقضنا إلى أن جو بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية وبلينكل فلكأ كثيرا ولم يقر حتى اللحظة بما ذهب إليه دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن عليها نعم الآن هل فرنسا التي تريد دائما أن تلعب دورا في هذه القضية بشكل أو بآخر الآن فقدت كل أوراقها باعتبار أنها أصبحت الآن جزءا من المشكلة والذي هو جزء من المشكلة لا يمكن أن يقدم حلا هي فقط أظهرت ما كانت تقفيه هي بالفعل يعني هي متأثرة أصلا باعتبار أن الموقف الذي كانت تلحاه دائما اليوم فقط الذين كانوا يراهنون على بعض طبعا الإنصاف من فرنسا المشوهة من فرنسا المتكالبة من فرنسا المتواطئة قد ألغيت هذه الصفة تماما وأصبحوا يتعاملون مع حليف متطابق متماهن مع الطرف الاستعماري في مسألة الصحراء الغربية وبالتالي صيفة الحياد قد فقدتها فرنسا بفعل هذه الصفقة وبالتالي لم يعد مقبول أن يتم التعامل مع فرنسا على أنها عضو يحظى بذلك بتلك القابلية على مسكوة سياغة القرارات الدولية وبالتالي فرنسا اليوم كانت جزءا من المشكلة خلصة وأصبح جزءا منه عالنا باعتبار أنه هذا الموقف وإن لم يذهب في أن يعلن السيادة غير الشرعية المغربية على الصحراء الغربية وإن كان ذهب فقط إلى مقترح ومقترح ما يسمى الحكم الذاتي هو واحد من أشكال تقرير المصير حيث طالما تسوقت فرنسا لكن ذلك لا يجب أن يأتي من قوة يفترض أن تكون على نفس المسافة من جميع الأطراف بما فيها مسألة خيارات الشعب الصحراوي وفرنسا مقتنعة تماما بأنه ما من خيار لمسألة الصحراء الغربية وما من مصير تتقول إلي هذه القضية دون الرجوع إلى استفتاء الشعب الصحراوي حتى وإن عددوا من هذه الخيارات حتى أن الأمم المتحدة اليوم تريد بيئة إيجابية لعمل ستيفن ديمستورا ولجهود المؤسسة الأممية المتعطلة بالفعل منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق وحتى أن السويدي الإيطالي بعد العامين ونصف من الجولات المكوكية ومن الجهود لم يستطع لملمة الأطراف على طاولة مفاوضات مجددا وهناك تحدي طبعا الحرب من جديد بعد الخرق المغربي لوقف اطلاق النار في منطقة القرقلات في السادة عشر نوفمبر 2020 وتوالي الأعمال القتالية لمقاتل في استحليل الشعب الصحراوي ضد القوات الملكية الغازية وبالتالي هذه الخطوة تزعز أمنة واستقرار المنطقة ترجعها إلى المربع السفر وتزيد من فقدان الثقة في المجموعة الدولية في عالم كان الرهان عليها على أنه طبعا يحاول تقديم متاعي وعلى ذلك كانت المواقف الفرنسية المعلنة لكنها أظهرت ما حاولوا إخفاه سنين على أنهم طبعا يساندون هذه الجهود الأممية حتى أن فرنسا هي عضو المجموعة المسمى جزافا أصدقال من العام للأمم المتحدة فبالتالي البيئة الأممية هذه تؤثر عليها خطوة فرنسا وإن لم تغير مثل ما تفضلت وتفضل ضيوفك الكرام بأن هذا لا يغير شيئا من الإطار القانوني ومن طبعا العطار العام للقضية الصحراوية التي تظل قضية تصفية الاستعمار مدرجة في الأمم المتحدة وفق جميعها العامة واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وتظل ضمن الأقاليم السبعة عشر التي لا تتمتع بحكم ذاتي من قبل شعوبها وعلى ذلك هذه لزعزعة يريد طبعا نظام المخزن من خلالها تمرير مكتسب سرعان ما يتكشف بأنه ضرفي لا يمكن أبدا أن يكون بذلك الأثر الذي يراهن عليه متبنوه وبالتالي من يتابع الملف لكي يختم يعلم تماما بأن فرنسا بهذا القرار هي تظهر الشكل الذي أقفته كثيرا ضد الشعب الصحراوي وضد حقوقه المشروع في الحرية والاستقلال شكرا جزيلا لك الأستاذ نفعي أحمد محمد رئيس اتحاد صحفيين والكتاب الصحراويين كنت معنا عبر الهاتف نشكرك شكرا